طيب هنتكلم على مباراة الأهل وساندونز بالأمس وطبعاً كنا نتمنى أن يكون فيه فوز وسلاس نقاط لأن بعد فوز الهلال على القطن الكاميروني في جروة أصبحت حسابات المجموعة واضحة محتاج إيه في القاهرة إيه اللي ممكن تحققوا في المباراة الخارجية عشان تحط قدم خلال الفترة اللي جاية عشان تتأهل إلى الدور رابع النهائي ولكن في جزئيتين عايز أتكلم فيهم بخصوص مباراة الأهل وساندونز أولاً لازم جمهور النادي الأهل يعرف أن النادي الأهل يما بيشارك في المباراة الأفريقية الهدف الأساسي بالنسبة له الوصول للأدوار النهائية والمنافسة على اللقب إذا لم يتحقق كذلك على الأقل بتتأهل من دور المجموعات فدي نقطة لازم كلنا نتفق عليها النقطة الثانية ألف بأكيد لما بتلعب مباراة في دور المجموعات على أرضك لازم تحقق النقاط الكاملة تسع نقاط في تلت مباراة ولكن في بعض المناسبات وده حصل حتى في النسخ القريب احنا بنتكلم مثلاً في آخر الخمس ست نسخ الأهل في أول مباراتين أحياناً بيخسر ويتعادل أو بيتعادل وبيخسر يعني بعد أول مباراتين ممكن يحقق نقطة ولكن في تلت نسخ الأهل قدر يوصل للمباراة النهائية فبالتالي ما ترمش الفوطة بدري دي نقطة مهمة جداً عايزة وجهها لللعيبة والجهاز قبل الجمهور دي نقطة مهمة جداً الجمهور آه حقه يبقى زعلان ومتدايق ولكن مبارح كولر قال جملة مهمة أنه حزين من النتيجة ومن ضياع الفرص ويحاول قدر الإمكان يعالج الأخطاء رغم ضغط المباراة وما فيش وقت مناسب لتصحيح الأخطاء ما بين كل مباراة والتانية لكن فكرة تحمل المسئولية ومعرفة أن فيه نتائج متزبزبة ده أكيد بيخلي الجهاز الفن واللعيبة عارفين المسئولية الملقاة على عطيكم عشان المرحلة اللي جاي طيب فبالتالي معنى أنك حققت نقطة من مباراتين ده مش نهاية المطاف لا لسه عندك فرصة للتآهل وفرصة للتآهل أول وفرصة للتآهل تاني وهي أن كانت ترتيب المراكز أول أو تاني أنت بالعكس أنت كل ما بتبقى في تاني بتوصل فينال فالترتيب المراكز ما يفرقش لكن المهم أنك تتآهل بس عشان تتآهل محتاج حاجة واحدة أنك المباراة اللي جايه اهتبارها مباراة كوس ما فيهاش هزار يعني احنا مباراة كنا نتكلم على أن التلات مباراة اللي على أرضك تسع نقاط دول مهمين وتحقق نقاط إيجابية خارج أرضك تلاتة أو أربع نقاط لأجادة تأهل لكن دلوقتي أنت محتاج تتعامل مع المباراة الخارجية وكانها على أرضك لازم تكسبها فأنا أتمنى الفترة الجاية يكون فيه تعديل لهذا المصار خلال الفترة اللي جاية مباراة مباراة كانت صعبة على فكرة فريق سانداونز من أفضل الفرق اللي بتلعب كرة في دوري أبطال إفريقيا وكان يفضل أنك ما تجريش الفريق لغاة ديها التسعين لأن فريق سانداونز من الفرق اللي بتلعب كرة مش فريق بيتعامل على الناحية البدنية أو تضيعوات أو بعض المدارس الأخرى اللي أنت بتواجهها في دوري أبطال فريق زي ما بيقولوا يعني برازيل إفريقيا بيلعبه كرة على الأرض عنده سرعات وانباراة حتى المدرب بتاع سانداونز يمكن خرج رأس الحربة ونزل لعيبة أطراف بتلعب على السرعات وقدر يحقق التعادل كنا نتمنى لأهلي بعد 2 واحد يقف النص الملعب ولكن أنا ماليش في الأمور الفنية قوي ده كلام كل الناس الفنيين اللي تكلموا على نتيجة المباراة مبارح طيب فرص التأهل وفرص الصعود موجودة ولا مش موجودة لا موجودة بس إزاي بقى دلوقتي الترتيب الصدارة سانداونز سبع نقاط لهلال ستة الأهلي نقطة سبت اللي جاي مباراة مؤجلة مع القطن احنا لسه طبعا بنتكلم على الفرص فأكيد لازم بإذن الله ان شاء الله تتفوق وتفوز بالثلاث نقاط عشان تخط رجل بسيطة جوه المجموع عايب عن دق أربع نقاط طيب الجولة الرابعة أنا باعتبارها هي الجولة الفاصلة في مسألة التأهل ليه؟ لو رجعت من سانداونز من بريتوريا وانت كسبان سانداونز يوم 11 مارس بنسبة كبيرة انت متأهل بنسبة كبيرة انت متأهل لان وقتها انت عيب عندك سبع نقاط وسانداونز سبع نقاط ويروح للهلال والهلال ساعتها هيكون كسبان القطن مثلا عنده تسع نقاط فالمباراة اللي يبقى بين الهلال وسانداونز هي مباراة تحديد المصير الكسبان فيهم يتأهل مع الاهلي فانت مهم جدا تروح بريتوريا وانت بتلعب على المكسب صعبة؟ اه صعبة ولكنها ليست مستحيلة عايز تكسب وتحفظ على حزوزك وانت بطل افريقيا اكسب سانداونز بريتوريا دافع عن اسمك ومكانتك في القرى الافريقية تكسب سانداونز بجنوب افريقيا سانداونز كسب الاهلي السنة اللي فاتت هنا في مصر فانت لازم تلعب على المكسب هناك هتقول لها فقر في التعادل ممكن التعادل ممكن يبقى ايجابي ولكن هتنتظر نتائج الاخرين لان انت لو تعتقدت يبقى عندك خمس نقط وسانداونز تمانية والهلال تسعة لان الهلال طبيعي ممكن يكسب القطن طبعا في السودان بنسبة كبيرة فيبقى الهلال في الصدارة تسعة سانداونز تمانية الاهلي خمسة الجولة الخمسة انت رايح للقطن الكاميروني في جروة يوم الجمعة 17 مارس نفس الامر قطن الكاميروني بالنسبة للاهلي ست نقاط مش تلت نقاط هنا ونعمل تعادل برا ست نقاط عشان تحافظ على حزوزك فتكسب ان شاء الله اذا تعادلت مع سانداونز وكسبت القطن تبقى تمن نقاط كسبت سانداونز انت كده حطيت رجلك بشكل كويس وعالجت النتيجة اللي انبارح لعب طلعت بيها في ملعب السلام ولكن تعادل مع سانداونز وكسبت في القطن هتبقى تمن نقاط والهلال تسعة وسانداونز تمانية ماتش سانداونز والهلال ده هيبقى حاسن في أمور كثيرة جدا وانا يهمني الماتش ده هو بيتلعب فرق عايزة تخلص على التانية لان لو نتيجة الاهل اللي قدر الله سلبية سهل جدا تلاقي في المباراة دي سانداونز بيكسب الهلال بيكسب اي حد بيصعد التاني للدور التاني وده بيحصل في مباراة افرقية عديدة بنشوف فرق لما بيكون الاهل داخل فم نفسه او الزمالك واي فريق ماصر او حتى الترجي وعنده مساحة انه يطلع بعقل الخسائر ممكن يلعب بالصف التاني يطلع متعادل فبالتالي يتأهل هو والمنافس وابعد او اضر بنتاج الفريق اللي ممكن يكون مرشح للقب وانتوا اكيد فاهمين اللي اللعبة دي موجودة في الكورة حتى في كاس العالم حصلت في مطشاط ما بين انتخابات كبيرة البرازيل مع النرويج لما طلعها المغرب بتحصل الامور دي كتير جدا في سيناريوهات مطشاط الكورة وبالتالي مهم جدا تعمل نتيجة ايجابية في بريتوريا حتى التعادل لازم تعمله بنتيجة ايجابية اكتر لانك ممكن توصل لمرحلة المواجهات المباشرة اتنين اتنين في القاهرة يبقى لازم تضاهيها اتنين اتنين في بريتوريا او يبقى في نتيجة اعلى من كده او تكسب مكسب واحد سفة ده اعتقد يحطك في المجموعة من تاني ويدخلك في المنافسة بشكل قوي جدا